اشتركوا في القناة ومن المتوقع أن تشهد البطولة إثارة ومنافسة شريسة بين المنتخبات وحظور جماهيري كبير بعد أن حظيت البطولة باهتمام رسمي وإعلامي ووزعت المنتخبات على مجموعتين الأولى ضمت العراق واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان وتقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي أما الثانية فضمت منتخبات الأردن والسعولية والكويت والبحرين وتقام مبارياتها في ملعب فرنسو حريري في أربيل وتفتتح البطولة بمواجهة العراق البلد المضيف ومنتخب لبنان في 30 من الشهر الجاري وإليكم جدوى المباريات البوضولة أعلن سريتش كوكاتانيت قائمة المنتخب الوطني العراقي المشاركة في بطولة غرب أسيا التي ستقام نهاية الشهر الحالي وسيجتمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس القادم باستثناء نجوم الزورة الذي سيتحقون بالفريق عقب نهاية الكاسب اليوم التالي أضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميل ومحمد صالح والإدفاع أحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم سوان وعلامة هاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد وفي خط الوسط ضمت كل من صفاء هادي وأمجد عطوان وحسين علي ومازم فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمان طارق ولخط الهجوم كل من علاء عباس ومهند عبد الرحيم وإيمان حسين وخلت القائمة من جميع اللاعبين المحترفين لأن البطولة غير معترف بها دوليا منهم المهاجم مهند علي ميمي وجوستن ميرام وأحمد ياسين وبشار رسل وغيرهم وكذلك غياب الموهبتين أحمد جلال ومحمد داود للإصابة ودائما مع الوطن حيث أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم المدربي سلوفينيس ريتكو كاتانيت عن تجديد التعاقد معه لقيادة سود الرافدين خلال تصفيات كهس العالم المقرر انطلاقتها بعد شهرين من الآن حيث كان عقد كاتانيت ينتهي قبل أيام من مباراة المنتخب الأولى في التصفيات أمام البحرين في الخامس من سبتمبر القادم أكمل سجنة اللاعبين المختربين في اتحاد الكوة بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة وأوراق اللاعب المخترب لواء العاني وبات جاهزة لتمثيل المنتخب الأولمبي أقال مدرب المنتخب الأولمبي عبدالغاني شهد أنه تم الانتهام من إصدار الأوراق الرسمية لللاعب المخترب لواء العاني وبجهود كبيرة بذلت من قبل وزير الشباب والناطق الإعلام للوزارة ولجنة المختربين في اتحاد الكوة اكتمل جميع الإجراء وابات العاني جاهزة تمثيل المنتخبات العراقية خلال الفترة المقبلة وأنه سيكون لضافة قوية للمنتخب عليكم مواعيد مباريات سود الرافدين في التصبيات الآسيوية المؤهلة للتصبيات النهائية لمنديال 2022 في قطر واتعه للمباشر لكاسيا 2023 في الصين حيث يحل منتخبنا ضيفا على المنتخب البحريني نهاية العام الحالي وبعدها بشهر يستقبل منتخب هونغ كونغ في البصرة يذكر أن منتخبنا الوضع سيستضيف مبارياته التي ستقام على أرضه على ملعب البصرة الدولي ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة واضح الأربع منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى التصبيات النهائية من كهس العالم والتأهل المباشر لكاسيا اشتركوا في القناة